اهلا بكم إلى نشط الأخبار من العراقية الرياضية وتتابعون معنا رؤساء واتحاد كأس الخليج يؤكدون دعمهم الكبير لإقامة النسخة الخامسة والعشرين المقبلة في مدينة البصر القوة الجوية يستعد لدوري أبطال آسيا وقائمة تضم أربعة لاعبين محترفين في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكورة الصلاة للسيدات القوة الجوية يلاقي الزوراء اليوم أهلا بكم أجمع رؤساء واتحاد كأس الخليج العربي لكورة القدم على دعمهم الكبير لإقامة النسخة الخامسة والعشرين المقبلة بضيافة مدينة البصر في الاجتماع التشاؤري الذي جرى على هامش قرعة كأس العالم والذي حضره رئيس الاتحاد العراقي لكورة القدم عدنان درجال حيث أطلع الحضور على التقرير المقدم من قبل اللجنة التفقدية الخليجية والتي زارت مدينة البصر مؤخرا والذي تضمن الإشادة بالوتيرة التصاعدية في إنجاز ملعب الميناء الأولمبي حثى رئيس الاتحاد كأس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة الجانب العراقي على الاستمرار بهذه الوتيرة مشيدا بالنسبة التصاعدية ومعدلات الإنجاز في الملعب والمنشآت الأخرى ومن المؤمل أن تكون هناك زيارة روتينية أخرى لللجنة التفقدية الخليجية في العاشر من شهر أيار المقبل لمتابعة كافة الإجراءات التي وصل إليها ملف استضافة مدينة البصر لبطولة كأس الخليج المقبلة وإلى أخبار لانديا إذ أجرى فريق القوات الجوية وحدته التدريبية الأولى في العاصمة السعودية في معسكر قصير قبل المشاركة في منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا والمزمع انطلاقها في الثامن من نيسان الجاري وضم وفد الفريق الذي وصل أمس إلى الرياض 26 لعب باستثناء الحارس فهد طالب الذي سيغيب عن المشاركة في البطولة بعد تداخل جراحي على مستوى الركبة ومن المؤمل أن يجري القوة الجوية لقاء وديا للوقوف على جهوزية تامة للسقور قبل الدخول في المعترك الآسيوي يذكر أن فريق القوات الجوية سيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي في الثامن من الشهر الحالي على ملعب الملك فهد الدولي أكيد يعني الوحدة ستكون مهمة وتكون بها أكثر شيء استشفار للعبين أكيد وضعنا برنامج للمعسكر خلال الخمسة أيام قبل الدخول إلى محترك البطولة ستكون خوض مبارضة ودية تجربية يعني لتحدد اليوم يعني لو يعني بعد غد أو بكرة إن شاء الله ستكون هنا مبارضة تحضيرية للملاقات فريق الجزيرة الإماراتي أعتقد هذه بطولة مهمة بالنسبة أننا كإدارة كذلك كجمهور دعمين للفريق وحيانا كل السبل وأقامة الفريق ومن سبل الراحة فندق كثير من أمور مهمة كل الأمور إن شاء الله متوفرة إلى اللاعبين وعازمين من أول يوم وطاة أقدامنا إلى أرض الرياض أن نكون رقم صعب فيها البطولة ممكن البطولة أكيد بكل يعرف أن البطولة صعبة وعلى مستوى عالي ومحترفين لكن إن شاء الله عدنا القوات هي نقيب آسيا وإن شاء الله عزمين أن نتأهل المرحلة بالتفوافر الجهود الجميع هذا وعلنا فريق القوات الجوية بقيادة مديره الفني حكم شاكر قائمته النهائية لخوض غماري دوري أبطال آسيا وضمت قائمة الفريق خليطا من اللاعبين المحليين والدوليين إلى جانب وجود أربعة لعبين محترفين وهم كل من الغاني والسون أكاكبو والبنمي رودريغو ميلير والجزائري مهدي بوكاسي السويسري لولالا رايل كما ويدعم الفريق عددا من العناصر الدولية أبرزهم أحمد إبراهيم درغام إسماعيل إبراهيم بايش وعلى عباس ومحمد علي عبود وصفاء هذه إضافة إلى المهاجم المخضر محمدي أحمد وإلى استعدادات الفرق للدوري الكروي الممتاز إذ التحق نجوم المنتخب الأول والأولمبي بتدريبات فريق الزورة والتي أقيمت في ملعبه ببغداد استعدادا لمباراة نفط ميسان ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز واكتملت صفوف الزورية بعودة ثلاثي منتخب العراق جلال حسن سعد عبد الأمير وعباس قاسم بعد ختام مشاركتهم في تصفيات كأس العالم إلى جانب ثنائي المنتخب الأولمبي أحمد سرتيب ومنتظر محمد بعد العودة من دبي والمشاركة في البطولة الدولية كما وتواجد بالميران لهواري بن طويل المحترف الجزائري والمدافع السوري أزهر ميداني والموريتاني الحسن حويبيب ويلتقي الزورة مع نفط ميسان في السابع من إيسان الجاري في ملعب الزورة الجديد ويحتل المركز الرابع في الزوري العراقي برصيد 45 نقطة أعلن اتحاد كرة القدم أن المباراة الحاسمة بين فريقي كربلاء والناصرية في دوري الدرجة الأولى ستقام من دون جمهور قال النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة علي جبار إن اتحاد الكرة سبق وأن أجل مباراة كربلاء والناصرية في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى لتوصيات أمنية مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وصل اجتماعاته مع نادي كربلاء والناصرية لبحث سيناريوهات إقامة المباراة حيث تم الاتفاق على إقامة اللقاء الحاسم على الملعب القديم لنادي كربلاء من دون جمهور يذكر أن كربلاء يحتل صدرت المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن الناصرية يكفي أصحاب الأرض التعادل للتأهل إلى الدوري الممتاز إلى أخبار منتخب الصلاة إذ أعلنت لجنة المنظمة للتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائية آسيا جد والمباريات المجموعتين الأولى والثانية والتي تضيفها القاعة المركزية بمدينة الفجيرة الإماراتية في الفترة من الخامس ولغاية السابع من شهر نيسان الجاري قال المدير الإداري لمنتخب الصلاة علي عيسى إن لجنة المنظمة لتصفيات منطقة غربي آسيا والمؤهلة إلى نهائية كاسي آسيا لكرة الصلاة أعلنت منهاج البطولة وتوقيت ومكان إقامة المباريات التي سيضيفها مجمع زايد الرياضي في مدينة الفجيرة وأضف أن منتخبنا الوطني سيستهل مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الإمارات ومن ثم يلتقي في المباراة الثانية منتخب البحرين على أن يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائية كاسي آسيا مباشرة إلى بطولة كاس العراق لكرة الصلاة للسيدات إذ يلتقي اليوم فريقاء القوة الجوية والزورية في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام في قاعة بابل للموهبة وبلغت لاعبات فريقي الزورية والقوة الجوية المباراة النهائية لبطولة كاس العراق لكرة الصلاة للسيدات بعد أن تفوقنا على لاعبات فريقية الدفاع الجوي وشباب الوطن في الدور النصف النهائي بالبطولة الجارية في مدينة الحلة ننتظرها بفارغ الصبر اليوم كانت البروفا الأخيرة أكيد راحها قبل المباراة النهاية لها تحضيرات لنقول نقاط تحضيرية خاصة نحن مستعدين إن شاء الله نفرح جماهيرنا نفرح كل الناس الذين يمساندتنا وأيضا نحترم الفريق المنافس فريق القوة الجوية يمتلك لاعبات وعناصر جيدة لكن نحن قادرين على أحراز اللقب وإسعاد من هم مساندين أنه وخلفنا دائما يوقفون شكرا جزيلا والله نادي قوة الجوية جاهز للمباراة النهائية وإن شاء الله قادرين على أحراز اللقب ونادي زوراء فريق عريق وعند اللاعبات جيدات وإن شاء الله الفريق يعني التسلسل وصل إلى مباراة النهائية بهمة وعزيمة وإن شاء الله عدينا العدل لمباراة النهائية وإن شاء الله الكيس أزرق أو في مباراة حاسمة بالدوري الممتاز ذي كرة اليد خسر فريق ديالة على أرضه أمام فريق الحجد الشعبي ضمن المرحلة الثانية من الدوري ضمن الدوري الممتاز لكرة اليد المرحلة الثانية استضاف نادي ديالة نادي الحجد الشعبي في مباراة حاسمة حيث تقارب الفريقين بالأهداف الدقاق الأولى من زمن أشرط الأول ومن ثم اشتدت المنافسة ليتقدم الحجد بفارق هدف لينتهي أشرط الأول بـ 12 هدفا للحجد مقابل 11 لديالة المباراة اليوم هي مباراة نهاية المرحلة ومباراة هي اللي تحسم المركز الثالث بيننا وبين فريق نادي ديالة فريق ديالة نحن متوقعين رح تكون مباراة قوية مباراة نبتية رغم أنه هي أرضهم وجمهورهم بس إن شاء الله ونقدم مستوى جيد وإن شاء الله نحصل على المباراة مثل مشروط الأول أنت فريق هدف واحد بداية الشوط الأول كانت في البداية نحن جلنا شوية مجدودين لنشد المباراة قدرنا نرجع وسط الشوط الأول رجعنا للمباراة إن شاء الله وبداية الشوط الثانية حتكون كلش مهمة بأخذ نتيجة المباراة إن شاء الله رح نكون جيدا إن شاء الله اليوم نحقق الفوز إن شاء الله الإثارة والتشويق طغط على أحداث الشوط الثاني في ظل تصاعد هتافات الجمهور ليستمر الفريقين ومن خلال محاولات مضنية في تسجيل أكثر عدد من الأهداف لنيل المركز الثالث فكان الحجد الشعبي أكثر اختناما للفرص واستغلاله للهجمات لتنتهي المباراة الحاسمة بفوز الحجد الشعبي بثلاثة وثلاثين هدفا مقابل ثمانية وعشرين لدياله طبعا الشوط الثاني كانت مباراة دون الدية عالية أكيد هاي الرياضة يفوز وخسارة وتعادل ونقول مبروك الفريق الحشد المركز الثالث احنا ترتيبنا بالدورة هو هسه رابع وهي ظروف المباراة كل شي صير اللي علينا سوينا إن شاء الله ما قدر فعل الحمد لله وشكر على كل حال أسل الحمد لله وشكر فريق جاهدنا أبطال من بداية الدورة حتى الآن واجهنا صعوبات واجهنا تحديات يعني الكل كان إنه مراهن إنه الحشد الثالث بس كان بإذن كان أفضل مما كان الحمد لله وشكر قدر الله ما شاهد الموجود أحسن من إن شاء الله لقاء المثير جمع بين قمتين من قمم الدوري الممتاز ليكون الحشد ضيفا ثقيلا على دياله من خلال فوزه الثمين على أصحاب الأرض والجمهور ليتحصل على المركز الثالث في الدوري ليبقى دياله في المركز الرابع لمحافظة دياله درعيد المعموري الucky الرياضي فاز فريق الجيش على نظيره كربلاء في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة اليد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور كرة اليد ضيف كربلاء نادي الجيش وصيفوا متصدر الدوري الممتاز شوط المباراة الأول حاول أصحاب الأرض مجارات ضيوفهم إلا أن خبرة نادي العاصمة قطعت الطريق على أصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول لصالح الضيوف نحن ذاك السبوع لعبين لعبتين بالبصرة يوم الجمعة ويوم السبت يعني يجيك اللاعب ولعبنا يوم الثانيين لعبنا الكوفة وجينا لعبنا جهد على اللاعبين ونحن نوصل معلومة لللاعب لكن اللاعب من الجهد مدين ينفذ مدين يركز يعني نحن بمركز الثاني ثابتين يعني ماكو أي اختلاف بس لازم نؤدي المهمة بالكامل حتى نقابل المتصدر على أكمل وجه كل زين فريق محترم هو فريق كربلا يعني بس إحنا الأصابات قاعدة تهذينه هواية شوط المدربين لم يختلف عن سابقه فالتفوق الهجومي كان حاضنا للضيوف الذين أمطلوا شباك أصحاب الأرض بالأهداف برغم تغيب العديد من لاعبي الجيش بداء الإصابة فخبرة النادي البغدادي قست على أصحاب الأرض بفارق 15 هدفا فريق الجيش هو بطل دوري منافس البطل الدوري يمتلك عناصر قوية لاعبي منتخب وطني صح عنده إصابات بس لكن عنده بداء ليعوضون الإصابات فريقنا مثل ما تقوله ونهاية الدوري دائما آخر مباريات الفرق دائما تكون يعني شبه أيسة يعني يأس صابها على أرضه وبين جمهوره تلقى نادي كربلاء خسارة قاسية على يدي ضيفه نادي الجيش لقناة الرياضية العراقية سياني محمد كربلاء المقدسة تغلب فريق بلدية البصرة على رضيره الامسيب ليعزز ترتيبه تدوري الممتاز لكورات اليد ضمن منافسات جولة العاشر لدوري كورات اليد الممتاز التقى نادي الامسيب ونادي بلدية البصرة شوط المباراة الأول شهد ندية من لعبي الامسيب الذي يتهدده شبح الهبوط إلى دور المظاليم إلا أن خبرة لعبي بلدية البصرة مكنتهم من ترجح كافتهم لتنتهي مجريات شوط المباراة الأول لصالحهم رغم أنه نحن فزنة وصار أكو مرات بالمباراة فرق سبعة وفرق ستة بس رجع آخر شيء فرق ثلاثة أنا ما راضي على الفريق كتكتيك هجومي ما أدوا مثل ما أدوا دفاعيا أدنى مشاكل بالهجوم صارت أفقدنا كرات هوايل حارس تصدل كرات مواجهات فردية كرات ضربت بالعارضة شوط المدربين لم يأتي بجريد رغم المحاولات الجادة من لاعباء المسيب للعودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق في أكثر من مناسبة إلا أن أبناء مدينة السياب لم يتركوا الفرصة لمنافسيهم إذ تمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم ليبقى مصير نادي المسيب رهين مباريات متذيلي الدوري فلعل الحظ يسعف من لم تصعفه النتائج مليون مباراتنا وبلدية البصرة كانت مباراة حلوة جميلة تونسنا بها صراحة بس لاعبين بلدية البصرة الفارق بينهم وبين أنهم يتمرنون يوميا يعني ما يكون متواصلين بالتمرين هذا المسيب يتمرن ليوميا ثلاث ياما بالسبوع هوكي ويجي يلعب هم عندهم لاعبين يستلمون مخصصات نحن لاعبين بدون مخصصات يعني هذا الفوارق هي أكسة سلبة علينا وفي دور كرة السلة الممتاز بلغ فريق النفط نهائي المسابقة بعد فوزه في المباراة الحاسمة على نفط البصرة بالسبعين مقابل ثمان وخمسين نطة وحسم فريق النفط تأهله إلى النهائي بعد أن حقق الفوز الرابع مقابل فوز واحد لنفط البصرة ضمن سلسلة مباريات المربع الذهبي لكرة السلة لواجه فريق الشرطة في لقاء الختام كون الشرطة حسمت أهله للمباراة النهائية على حساب فريق دجلة الجامعة حقق منتخب العراق خمسة أوسمة ملونة في منافسات بطولة آسيا للجوجاتسو والسامبو والكوراش لفئة المتقدمين والتي ضيفتها العاصمة البحرينية المنامة وأكد رئيس اتحاد العباء الدكتور مخلص حسن أن الأوسمة الخمسة التي جاءت بواقع وسامين فضيين وثلاثة نحاسية موضحا أن اللاعب على عيسى حقق الوسام الفضي في منافسات وزن 64 كيلوغرام وأكثر بينما أحرز اللاعبون إحسان فلاح وزن 77 كيلوغرام محمد إسماعيل وزن 62 كيلوغرام ومحمود ياسين وزن 69 كيلوغرام الوسام النحاسي لكل واحد منهم أما الوسام الفضي الثاني فقد حققه اللاعبان إحسان فلاح ومحمود ياسين بفعاليات القتال الوهمي الزوجي دائماً المزيد من الأخبار وإبداء الأراء والملاحظات يمكنكم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وانستجرام شكراً لكل من تابعنا في اللقاء اشتركوا في القناة